أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تشالينج على راديو هواها بطريق خلال شهر رمضان الكريم المبارك تشالينج النهاردة حيكون بعنوان كن سويا فأنت جميل ربنا عز وجل لما خلق الإنسان جعل له إشارات وإضاءات تنير له الطريق إلى ربه جل وعلا ومن ضمن الإشارات اللي ربنا عز وجل وضعها في طريق الإنسان إنه يعني أوضح له وبين له أنه ما خلق الموت والحياة إلا ليبلونا أينا أحسن عمل فقال عز من قائل في القرآن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وخد بالك من أحسن عملا دي لأن هنا مربط الفرس الأضياء على فكرة مش بكثرة الأعمال ولكن القضية بحسن العمل يعني في ناس كتير النهاردة للأسف الشديد ممكن تعمل العمل وما عملوه إلا رياء وسمعة فممكن تلاقيه بيصلي أو بيتصدق أو بيساعد أي حد ولا حتى بيساعد فقير ولا محتاج ولا حتى رايح يعمل أي عمل خيري بس علشان الناس تقول الله ده الراجل ده بيعمل صالحات كتير واللي زي دوا للأسف الشديد ملوش عند ربنا جنس أجر ليه؟ لأنه أشرك مع الله عز وجل في عماله الرياء والسمعة وطلب المدح من الناس اللي بيعمل لله عز وجل تلاقيه على فكرة حريص كل الحرص على أنه يخبي أعماله ويخبي حسناته ولا يظهرها إلا بقلبه لربه عز وجل يعني يا رب أنا ما عملتش العمل ده إلا ابتغاء مرضاتك أنت فمش عايز أي مخلوق حتى يطلع على العمل الصالح اللي أنا بعمله دوا إلا الأمور اللي يعني الله غالب أنها ظهرت غصبة عني يعني أنا النهاردة صايم قابلني حد عزيز علي للغاية ومصمم مثلا أن يعزمني ولا يجيب لي حاجة سائعة أو يضيفني حتى بكبات شيء أو غيره أيا كان فاضطررت أنه أنا أقول له معلش أنا صايم فساعتها معني العمل هنا ما يكونش رياء ولا سمعة بإذن الله عز وجل فاحرص على كتمان حسناتك واحرص على كتمان أعمالك الصالحة قدر استطاعتك إلا عن ربك عز وجل وكن سويا فأنت جميل النهاردة على فكرة في سلوكيات كثيرة للغاية ممكن الإنسان مننا يجاهد قدر استطاعته أنه يتسم بجميل الصفات دي ويسلك المسلك الطيب ده من الأفعال اللي أنا حبدأ أطرح لك يعني بعض منها وتكون نيته في قلبه أنه يعني ما بيفعلش الأفعال دي ولا بتصدر منه الأقوال دي إلا فقط ابتغاء مرضات الله فلما ييجي البعض مننا يدعو الله تبارك وتعالى بأنه مثلا يخلص من الزنوب ويغفر له زنوبه ويعفو عنه ويرده إليه ردا جميلة فأنت حينها إنسان جميل لما تبتسم للناس على فكرة بوجه طلوق بشوش فيه الرفق واللين فأنت إنسان جميل لما تسعد من حولك بالكلمة الطيبة ولا ترد الإساءة بالإساءة فأنت إنسان جميل لما تبادر بالتسامح والعفو فأنت جميل لما تتفقد مثلا جارك المسكين بالتصال أو زيارة أو حتى صدقة طيبة في إيديك وتعود تضحك معاه وتهذر معاه وتخفف عنه هموم وأعباء الدنيا فأنت ساعتها إنسان جميل لما تعمل بجد واكتهاد وما تغشش أحد فأنت جميل لما تكون إنسان قوي علميا وعمليا وتفيد أسرتك وتفيد مجتمعك وما تعلقش قلبك ساعتها تاني بكرارلك إلا بالله عز وجل في كل الأعمال دي فأنت جميل لما ربنا عز وجل يوليك أمر منشأة مثلا أو أمر شركة أو أمر فريق عمل أيا كان اللي أنت حتتولى أمرهم فترفق بهم فأنت جميل لما تيجي مثلا في يوم الإيام وماشي بعربيتك وكانت عربيتك دي مكيفة ووجدت مثلا أناس أنت عرفهم ولا حد من جرانك ولا حتى حد من أصحابك وافتلوا ووصلتوا في طريقك ودي من أجمل أنواع الصدقات على فكرة لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليتصدق فأنت ساعتها إنسان جميل لما حد يظلمك وتعفو عنه وتوكل أمرك لله عز وجل فأنت جميل لما تراعي ربنا عز وجل في مراتك وتراعي ربنا عز وجل في أولادك وفي أسرتك ودايما تبثوا بداخلهم جمال الدين وجمال الأفعال وجمال الإيمانيات الطيبة فأنت ساعتها إنسان جميل لما تيجي تقرأ القرآن وتلاقي عينك يعني دمعت من خشية الله عز وجل فأمت جميل لما تيجي دايما تبقى إنسان مبادر قدر استطاعتك على كل من هم حولك بإدخال السرور عليهم فأنت جميل لما تنشر بين الناس المودة والرحمة والكلمة الطيبة وتصون لسانك بين خلق الله عن أي شر من نميمة أو غيبة أو إنك تمشي والعياذ بالله توقع بين الناس وتنقل الكلام وتفتري بالكلام على ده وعلى ده لما تمشي بالإصلاح والكلمة الطيبة وتجعل لسانك طاهر بين الناس بنشر جميل الكلمات فأنت جميل لما تيجي تشوف مثلا يعني واحد كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن خاصة في المواصلات أو المركبات العامة وإنت ربنا عز وجل مديك صحة فحتبدأ إنك تقوم وتقعدهم احتراما وتقديرا وأخلاقا منك يعني لسنهم وضعفهم فأنت إنسان جميل لما توصي قلبك دايما بجميل فعل الطاعات والتمسك بالإيمانيات وبحب ربنا عز وجل في كل أقوالك وأفعالك وفي كل حياتك فأنت إنسان جميل النهاردة إحنا محتاجين على فكرة إن إحنا نعيد نشر عظيم الفضائل دي والقيم الجميلة دي وعايزين إن إحنا نعيد تجديد النية في كل قول وعمل وفي كل يوم بيطلع علينا محتاجين إن إحنا نوحد نيتنا لله عز وجل وبس لما بتكلم بأي قول هو لله لما بفعل أي فعل هو لله حتى حياتي نفسها لله وربنا عز وجل قال في القرآن لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فأنت إنسان جميل للغاية على فكرة فكن سويا لأنك جميل ده كان challenge النهاردة كل عام وحضرتكم بخير وبركة ورحمة ويرب كل نيتنا وكل أفعالنا وكل أقوالنا لله عز وجل سواء في الشهر الطيب المبارك دوا أو بعد الشهر الطيب المبارك ده أو في كل أعمرنا ربنا عز وجل يرزقنا وإياكم النية الصالحة والعمل الصالح ويرب دايما كلنا في كل عافية وفي زيادة من كل خير في الدنيا والآخرة أشوفكم لتشالنج الجديد الحلقة اللي جاية على كل خير يا رب والسلام عليكم